طيب الحاجة التالتة الحاجة التالتة انت كجهاز فني للمنتخب بتختار لعيبة بالشكل ده وجدت لك ازمة في بداية المعسكر واصابة محمد صلاح واصابة محمد صلاح فين ادارة الازمة مين المسؤول عن عدم الاعلان عن اصابة محمد صلاح انا بوجه تساؤلات لان المفروض الاتحاد يعلن التفاصيل الحقيقية المفروض معالي وزير الرياضة لما يعد معهم يعرف الاسباب ويكشفها للرأي العام ده حق الاعلام وحق الناس في الشارع اصابة محمد صلاح مين المسؤول عن عدم الكشف عن تفاصيلها من اول يوم هل الكابتن حازم هل محمد صلاح نفسه هل روي فيتوريا هل خالد الدرندالي رئيس البعثة مين لان الكشف عن الاصابة لما حصلت مع الشناوي ولما حصلت بعد كده مع امام عشور كان الوضع مختلف ما حدش يقول لقص الاتحاد والمنتخب استفاد من الخطأ الاولاني لا ما كانش فيه استفادة من الخطأ الاولاني عاجبها لكم الاخر وبصراحة طول عمر منتخبات مصر بتنجح لان المنتخب الكل فيه سواسية حتى النجم وسطه جوه الفريق ما فيش نجم لوحده اصابة محمد صلاح لو كان المنتخب اعلنها من اول يوم وكان رئيس البعثة ليه قرار في الاعلام ما كانتش حصلت كل الازمة دي وفهم انتوا المبين السطور فكرة ان المشرف العام ياخد ملف صلاح لوحده ويبعد عن رئيس البعثة ويبعد عن المدير الفني ويناقش الموضوع مع ندي ليفربول ويبقى فيه تعتيم اعلامي هنا في مصر على الموضوع ده هو اللي عمل الازمة اصابة محمد صلاح من اول يوم الناس كانت عارفاها ان هي اتخذ لها من 21 ل28 يوم ووكيله او مدير اعماله لما اعلن بعد كده اعلن لانه شاف ان العدم الاعلان عن اصابة صلاح من اول يوم هو اللي خلى صلاح في وش المدفع قدام جمهير الكرة في مصر ولكن فيه مسئولية برضو على محمد صلاح طبيعي لما تتصاب زي اي لاعب الناس يصرح لها انها تعلن ولكن تعامل جهاز المنتخب وتعامل اتحاد الكورة مع صلاح منذ تعيين هذا المجلس للأسف بعيد تماما عن القواعد الاحترافية وديكم ادلة على كده يوم ما اتعمل حفل رعاية لمنتخب مصر كل المنتخب موجود معادة كابتن المنتخب يوم ما يبدأ معاسقر منتخب مصر كل اللعبة موجودة معادة كابتن المنتخب انت كاتحاد كورة او انت كمنتخب مع كامل احترام من الكابتن حازم عندك معاسقر عندك ايفنت كابتن المنتخب موجود قبل اي حد مفيش حاجة اسمها تضارب اعلانات مفيش حاجة اسمها نجمي لفربوليا نضم بعد البعثة بيوم ولا اتنين المنتخب ده عشان ينجح لازم الكل يبقى زي بعضه عايزين تنقشوا القضية وتحلوها نقشوها كده محدش يقول لي احنا جبنا سبعة تجوان ودخل مرمونا سبعة تجوان ده كلام هامشي السرغال بالتسعة نقاط خرجت من دور الستاشر نقشوا القضية في تفاصيلها ومشكلتها ومين اللي عمل الازمة مين المسؤول عن الازمة اشتركوا في القناة